حضرهاك صحفي طبعاً ويعني عايزة أسألك على كيف ترى مستقبل الإصدارات الصحفية الورقية خصوصاً إن في مصر إحنا بدأنا نعاني من هذا وفي إصدارات حتى بالتحديد في دار الهلال دلوقتي بتدمج في إصدار واحد طبعاً أنا معك تماماً أنا رأيك دي مشكلة كبيرة جداً ويبدو إنها مشكلة مستفحلة في مصر أكتر من الخارج يعني أنا لما كنت لما كنت بسافر بره مؤخر يعني أنا بقى لي من دا ما بسفرتش إنما في سفريات آخر سفريات عملتها مثلاً عشر سين ولا حاجة ما يزال المواطن الإنجليزي والفرنسي والألماني بيقرأت جراية ما فيش نقاش وبقرأة يعني أنا أنا أتذكر لما الواحد كان ميركب المترو في لندن أو في باريس الناس كلها أمسكة جراية بتقرأة أتذكر كنت أنا في ألمانيا من حوالي أربع أو خمس سنين وبعدين في أحد الأماكن كده اكتشفت إنه لحس مجموعة من الناس قاعدة بعضها بيقرأ جراية وبعضها ماسك موبايل فلاحظت ودي كانت ملحوظة والتي على طول ميركب إنه اللي مسكين الموبايلز عرب واللي مسكين الجراية ألمان أي وده برضو حكاة غريبة يعني إحنا ابتدينا أن نتخلى عن يمكن الاستسهال واخد بالك الموبايل بتشوف منه كل حاجة ومعرفش إيه وطبعا الموبايل أصبح دلوقتي أداء خطيرة جدا 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 ما فيش نقاش يعني إنما أنا شايف إنه الصحافة الورقية دي أجمي ناتبة موجودة لأن فيه كلام دلوقتي زي ما أنت بتقولي عن إن صار الصحافة الورقية دي كارسة أنا رأيي إنه الصحافة لا خصوصا دكتور قسامة يعني أنا بفتكر شيء مهم إنه عندنا إصدارات عمرها 100 سنة وأقل شوية أو أكتر شوية يعني أما نلغي وجودها على الإطلاق ما فيش حالة أشنها كده لا طبعا طبعا يعني حتى ممكن مثلا أنه أجل صدرها كل 3 شهر مثلا بص بص هو دلوقتي طبعا طبعا المشكلة إيه ما هو أصلي مسألة مش مسألة رغبات المسألة فيه خسائر بتحصل وخسائر جسيمة ده بالك وما كان يطبع قبل كده من مئة مئات ألوف من النزخ بتاني تطبع تطبع عشر بضعة ألاف ودي كارسة قطعا أنا رأيي إنه المسألة محتاجة نوع من إيه الإبداع شوية في التفكير يعني مثلا أنا أقولك على سبيل المسألة ليه مثلا ما تجيش جوردان معين مثلا ويعمل مسابقة بين القراء مثلا حوالين بعض الحاجات اللي بنشرها ويقول مثلا ويخصص مثلا جايزة مليون جنيه للفائز مثلا حاجة زي كده يعني عايز نفكر بطريقة جادة جديدة في تشجيع هذه الإصدارات الصحفية